لا يا كيف الحكاية بتات أحمد حجازي كيفية التعامل معها واللي حصل من حجازي وتعامل الجهازي الفني وفكرة انه تم استبعاده لا او هو اعتذر وبقى قال لا تم استبعاده الوضع ده كله شفته ازاي لا طبعا يعني بصها يا كريم أحمد حجازي ملقبش ولا ديئة من ساعة ما كابتن حسن بسك تمام الانسان زي ما بقولك ايه في اول الحديث تقولك ايه فيه ناس بتستحمل الغضب وبتكتم وفيه ناس ما بتعرفش هو معرفش هو من جواه شايل انا ما لعبتش هم قالوا لي ام سخن لا اعت طب مش عارف ايه عاصم مدارب قال طب العشر دي دي اخوة دي احمد حجازي عاصم مستهز ايه بيا اللي انت لما تبقى غضبان او متحفز لحد اي جملة او اي كلمة حساس بقى خلاص هتتغل على المحمد التالي طبعا مش مستحمل انا كنا مهاشي قولي حاجة لكن هو طبعا هو لعيب كبير لكن هو لازم يعرف ان كرة الخدم وكل مدير فني ليه وجهة نظر نقعد متقعدش تلعب متلعبش دي حاجة دي بنفتقدها دلوقتي هاي المدير فني محتاج انه يتكلم مع اللاعب لو خاصة لو لعب كبير ولو خبرات زي احمد حجازي ميت مباردة وله يتكلم معه ويفهمه ووضعه في الفريق احنا كنا كده اه كابتون جمهوري كان كده يجيب اللعيب وانت هنعملو ويطلعوا السماء ويقولوا انا هقعد اجابت مش هلعب بس هو طلعوا السماء اه لو انت التعظم نقيب بالنسبالي بس هتطلع الدكة اه انا كذا عشان كذا اه وتمام اه انا معرفش هو بعمل كده اه بصراحة انا معرفش لكن هو اتعامل مع الموقف احترافية جدا حسام بصراحة وطلع اتكلم عليه في المؤتمر كويس حتى في اللقطة نفسها لما شفنا الفيديوهات اللي اتاخب من على الدكة كان بيبعد الجهاز الفني عشان المشكلة ما تزيدش ويبق�ك الشكل وحش خلاص قمش هايز يا اي اي دلوقت نسكت يعني بعض بس اعتقد الوقت عمل مع الموقف كويس بالذكاة لكن هو من حقه الطبيع لو هوا يعني بعد تخلاص هو اه بقى احمد حجزي خارج السيطرة خلاص يعني هوا مش هتاخد منه اه فتم الاستبعاد وما تدور رواحو الساعة 2 بالليل وكانت خصة يعني كده لكن يعني ايه رواح ساعة اتنين بالليل ايه تكلموا يعني يعني كان حسام قالك جهاز قالك يمشي بعد ما يبادش في المعسكر وبعدين الساعة وسط غد اتنين بالليل فقالك صبحية هو خد لبسه ورح ماشي وبتاعه اه يتقال ان هو ما يبادش اصلا في المعسكر اه قالك رواحه بعدين لما لقوا الدنيا متأخرة اه فقالك لا خلاص يبقى الصبحية لو خد لبسه ومشي اه لا انا مش عارف ايه بص اه يعني ايه الموضوع موضوع لعيب اه مستحملش قرار اه مدير فاني يقعد يلعب بتاعكم ده كل ما مفهوم